بدأ برج الجوهرى يتحول إلى كومة من الركام وأجزاء متناثرة من الحجارة تحمل في طياتها ذكريات وحكايات لفلسطينيين كان يحتويهم هذا المكان بين جنباته وكان البرج يضم مؤسسات إعلامية وشقق سكنية واستهدفته الطائرات الإسرائيلية بشكل مباشر ما أدى إلى تعرض أجزاء كبيرة منه إلى التدمير والخراب لسيما في أساساته وتستمر إزالته لمدة ثلاثة شهور بإشراف دولي برج هذا يحتوي على 80 شقة سكنية يعني كان يسكنها جميع المؤسسات جميعها كانت مؤسسات صحفية وثقافية وعلمية وكل أصبح بلا مأوى يعني عملنا دراسة خطة أمن وسلامة وخطة تفصيلية لإزالة البرج البرج يزال كإشراف مباشر عندنا مؤسسة الـ UNDP تمويل من دولة اليابان مدة الإزالة 92 يوم كان فيها نجرات خطة تعمل أمن وسلامة عملنا الممرات حوالي البرج وعملنا جميع الركائز في داخل البرج حتى يكون فيه أمان لدخول معدات أعلى البرج وما تزال العديد من المنشآت السكنية التي دمرت خلال العملية الإسرائيلية على غزة في مايو الماضي تنتظر إعادة الإعمار هناك العديد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبالمباني المتفرقة وبالعمارات المتعددة الطابق تقدراتنا لعملية إعمار الوحدات السكنية التي دمرت في هذه الحرب والتي تقدر بـ 1500 واحدة السكنية تضرت بشكل كامل 880 واحدة السكنية تضرت بشكل جزء بليغ غير صالح للسكن إضافة إلى 56 ألف واحدة سكنية تضرت بشكل متوسط وطفيف تقدراتنا فقط في مجال الإسكان هو 140 مليون دولار ويعمل الفلسطينيون أن تكون عملية إزالة برج الجوهرة وهو آخر الأبراج والبنايات المدمرة نقطة انطلاق نحو بدء عملية إعادة الإعمار لقناة الدار محمد أبسلامة غزة فلسطين مواقع توصول اجتماعي